مغربي وعضو اللجنة التنفيذية في الفيفا والكاف يطلع ينفي لان لو فتحنا مسألة الفساد الإداري والفساد لا فيه كلام كتير اوه ممكن يتقال يكفي ان انا كمسؤول رياضي مصري او اندية مصرية ما عندهاش مسؤول قاعد جوه على كرسي وكن ضرب حكم انا ما عنديش حد ضرب حكم ومكمل في مكانه انا كاندية مصرية او كمسؤولين مصريين ما عندناش مشكلة مع حد ومكملين في مكاننا ووراقنا سليم لكن لما يكون الكلام ده حصل في 3 يوليو 2019 ده مش كلامي انا ده حيثيات وقرارات لجنة الانضباط في 3 يوليو 2019 لما لجنة الانضباط نشرت وقالت احالة ملف مباراة الزمالك ونهضة بركان الى لجنة الانضباط بسبب الخلاف والاشتباك اللي تم بين رئيس الاتحاد المغربي مع الحكم الاسيوب بلاكت سيمة ده كلامي دنقوا على الشاشة على فكرة ده كلام لجنة الانضباط مش كلامي انا اتكتب تقرير من الحكم الاسيوبي واتكتب تقرير من جوستافو لدونجو ادو المرائب المباراة وتقال ان تم الاعتداء من رئيس الاتحاد المغربي عضو اللجنة التنفيذية على الحكم الاسيوبي ليه ما اتخذش قرار وقتها مين اللي ضغط على الحكم عشان يسحب شاكويتو هل ده يعتبر ايه حضرتك ما بين قصين باللي انت بتقوله النهاردة ومبارح في الصحف ده معناه ايه ده قمة ايه انا مش هقول قمة ايه حضرتك دلوقتي شايفين ده قمة ايه ده قمة ايه اللي حرك قدامه عليك الشاشة ده دلوقتي يبقى لما نتكلم عن الاحتقار والفساد لازم نوضح احنا بنتكلم على ايه لان الكلام ده لما يتقال بعد مباراة الاهل والوداد بالشكل ده لا لازم نقف هنا ونعمل يعني موقف قوي لان انت هنا بتتكلم على الاندية المصرية ولا بتتكلم عن مين بالزبط وخد بالك انت بتعمل اثارة ما بين الجماهير بشكل مش كويس حضرتك فايز والنادي الاهل احترم القرارات وكان موجود في الملعب والكابت المحمود الخطيب احترم البروتوكول وكان موجود في تسليم الميداليات وكلنا عارفين المشهد المبركة نعمل ازاي ومع ذلك تخرج بتصرحات تقول فيها زمن الاحتقار والفساد في افريقيا ولا ولا على مين مين اللي كان عامل احتقار وفساد اتمنى اتمنى ان يكون فيه خروج رسمي من السيد فوزي لاججعب بنفسه صوت وصورة يطلع يوضح يا اما هو بنفسه يرفع قضية على المواقع لنشرة الكلام ده هو بنفسه له هو حريص على الالاقات وحريص على الشكل الرياضي لدول شمال افريقيا يطلع بنفسه يرد على التصرحات دي بنفسه يا اما يرفع قضية على المواقع لنشرة الكلام ده ما عنديش كلام تانا اقوله اكتر من كده لان احنا لو فتحنا الملفات دي دي ورقة دي ورقة فيه كلام كتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر